تمّن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسافقيه دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر يقمة دول جوار السودان في القاهرة مؤكداً الدمج بين جميع أوراق خارطة الطريق والبناء على مبادرة الرئيس السيسي لتفعيل دور أفريقيا من أجل مساندة السودان وخلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسقي النصف السنوية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية بنيروبي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي أضف فقيه أنه يتم العمل على تحديد النقاط الأساسية التي تم طرحها في مؤتمر المناخ بمصر كوب 27 بشأن مسألة الاحتباس الحرارية وتجهيز ما سيتم طرحه في مؤتمر المناخ القادم كوب 28 حاولنا بناء عام بوضارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اشتركت بها وهي تفعيل دور أفريقيا من أجل مساندة السودان وأنه لأمر هام أننا نقوم بعمل دمج عالي وعمل موائمة مع المجتمع المدني لكي نحاول أن نفعل دور القرى الأفريقية الرائدة وأيضاً نحاول أن تحسين الوضع في منطقة الساحل وفي منطقة الساحل يوجد بها العديد من المخاوف